تبدأ البداية بالأخبار السريعة في 90 ثانية مع حمزة بن جدو نتابع تداولت أخبار محلية رفع إدارة الهلال السعودي طلب الاستئناف لمحكمة التحكيم الرياضي إضافة إلى تداد مبلغ رفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بمنع النادي من التسجيل لفترتين ودخوله في المساهمات التضامنية مع لاعب الفريق محمد كنو بدفع مبلغ 27 مليون للنصر نبقى في الهلال حيث أعلن النادي إصابة لاعبي متعب المفرج بإصابة في الرباط الصليبي كما أعلن أيضا نهاية موسم لاعبي الكولومبي غوستافو كويلار بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق تأكدت مشاركة لاعب الأهل أيمن يحيى في لقاء أبهى القادم بعد تعافي من الإصابة كما تأكد غياب لاعب أبهى التونسي سعد بغير عن هذه المواجهة بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفيصلي فتح نادي التعاون خط مفاوضات مباشر مع عدد من المدربين العرب وفي مقدمتهم التونسي فتحها الجبال لقيادة الفريق فيما تبقى من جوالات الدوري تكفلت إدارة نادي الاتفاق بتقديم خمسة ألاف تذكرة مجانية لجماهير فارس الدهنة أمام نادي الهلال والتي ستقام في استاد الأمير محمد بن فهد الأربعاء المقبل نفى مدرب الشريق الإماراتي الروماني أولاريو كوزمين صحة التقارير التي أكدت توصوله لاتفاق مع إدارة الأهل السعودي لتدريب الفريق الموسم المقبل أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام توقع إيهاب جلال عقود تدريب منتخب مصر بشكل رسمي